بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم طلبة التعليم الصناعي طلبة الصف الثاني أعمال الخرصانة نظام الجدارات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبنتابع مع بعض ونشتغل مع بعض إن شاء الله النهاردة الأعتاب عايز الناس تخلي بالها جدا 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 من الأعتاب والحلقة اللي فاتت اشتغلنا مع بعض وعرفنا إيه هي العدد المستخدمة في الأعتاب وعرفنا إيه هي الخامات المستخدمة كمان في الأعتاب بتاعتنا وكمان عرفنا إيه هي أدوات السلامة والصحة المهنية في الأعتاب وعرفنا إزاي بأعمل لأدوات السلامة والصحة المهنية صيانة وأنا بشطى بشغلي وأنا ببدأ شغلي وأعمل للعدد بتاعتي صيانة وأنا بشطى بشغلي وأنا بأبدأ كمان شغلي عشان أنا عارف لو في نقص في الحاجات دي أو ضاعت مني عدة بتوديني يعني تعملي مشاكل وبتاعه وكلام من دوت ففي الحالة دي أنا عايز أكون عارف مهمتي كويس جدا وكون عارف خامتها والعدد بتاعها وكمان أدوات السلامة والصحة المهنية اللي باستخدمها فين في المهمة بتاعتي دي طب هي أدوات السلامة والصحة المهنية اللي كل مهمة ليها أدوات سلامة وصحة أيوه أنت ممكن تكون شغال في أعمدة مثلا أو عتب فوق مبنى ده في الحالة دي ما ينفعش تشتغل بالخوزة والسفتي والبلط أو مثلا الأفرول وخلاص لا ده أنت كمان لازم يكون حضرتك لابس حزام اسمه حزام الأمان لقدر الله لو حصل حاجة من فوق وقعت على تحت أو بتاع لقدر الله تب أنت مؤمن جدا في الموقع بتاعك فأنا أدوات السلامة والصحة المهنية بتختلف حسب الموقع العدد والأدوات بتاعتي بتختلف حسب المهمة كمان عندي طيب يا هندسة المرة اللي فاتت اشتغلنا ايه اشتغلنا وعرفنا مع بعض إزاي أعمل التأفيصة بتاعتي زي محاضرتك شايف كده ايه هنشوفها مع بعض بص احنا عملنا المرة اللي فاتت تأفيصة بتاعتنا من خشب الايه من خشب الفليري تأفيصة عرفنا ان هي من خشب الايه الفليري واشتغلنا عليها الايه العتب المستقيم طيب التأفيصة عملتها ازاي هنعيدها على السريع كده من طابق سفلي من جسور وبيانضات طابق سفلي جسور وايه جسور وبيانضات كويس كده وكمان عندي طابق علوي جسور وبيانضات البيانضة بتربط اكتر من ايه اكتر من قائمين يعني ثلاث قوائم فيما ايه فيما فوق كويس طيب والجسر عندي بيربط ايه بيربط قائمين يبقى بالمعنى دوت ايه ده ده اسمه جسر وده اسمه ايه بيانضة او ده اسمها بيانضة وده اسمه جسر يبقى انا عرفت ايه المهمة اللي عندي وتأفيصة بابدأ ان انا اعملها كويس جدا فيش اي مشاكل الطابق السفلي عملته من الجسور والبيانضات وسبت بعد كده الايه الاوايم بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده كويس طيب بعد كده هندسة عملتي ايه تاني عملنا الايه بعد ما سبتنا الاوايم بتاعتنا عملنا الطابق العلوي زي الطابق السفلي بس سبتناه من فوق على ايه سبتناه من فوق على حاجة اسمه هده فاضع بس ارتفاعه قد ايه استاذ بسبته ازاي قلنا المرة اللي فاتت يا هندسة وانا بسبت الطابق العلوي ليه حكم عندي ايه هو حكمه ان انا لو شغال في مهمة مفتوحة لازم الطابق العلوي ده يكون ارتفاعه مش اقل من كام مش اقل من متر وثمانين بيزيد يوصل لغاية اتنين متر حلو كده طيب ايه استاذ انا عندي المدخل بتاعي دي والارتفاع بتاع يعني المشروع بتاعي او العتب ده الباب واطي وهيبقى اتنين متر وعشرين او اتنين متر ونص وخلاص طيب تعمل ايه مفيش مشكل يبقى هنتطر نعمله على حسب حال ايه على حسب حال المشروع مش عشان ما اقول شي النهاردة انا هعمله على ارتفاع متر وعشرين ارتفاع متر وتمانين تأيقام عامل انت في العتب والعتب ارتفاع الباب بتاعه اتنين متر ونص تروح عاملوا على اتنين متر او متر وتمانين طيب انت هتشتغل ازاي العرقات وهتشتغل ازاي ايه الشغل بتاعي اللي بقي مش هتعرف تثبت العرق ولا هتعرف تثبت التطريح ولا هتعرف تثبت مين الجوانب بتاعتي في الحالة دي أنا المشروع بتاع العتب بتاعي حسب الموقع فيه عتب هيبقى عالي اعمل طبق السفل العلوي ده على ارتفاع كام متر وثمانين فيه ما فوق ما فيش اي مشكلة طيب العتب قصير او او يعني ارتفاعه مش كبير ما فيش مشكلة اعمل ارتفاعه بسيط بس في الحالة دي هيبقى يصعب مرور الايه العمال من تحت منه يبقى العامل الاساسي الارتفاع الطابق السفل الطابق العلوي عن الطابق السفل او الارض العامل الوحيد الاساسي انه هو المرور العمال من تحت منه ازاي العمال تمر من تحت منه اللي هو الصناعية اللي هو الحددين والنجارين وعمال الايه الصبه فيما بعد ان شاء الله طيب بعد اما ثبتنا الاوايم ثبتنا عليها مين الطابق العلوي من جسور برضو وبيانضات عندي اهيه كويس ظهر عندي الجسرة هو ودي البيانضة هي هندسة كويس كده طيب بعد كده بص الشدة بتعمل ازاي عندي بتلق معايا يعني متسبتة تثبيت جميل وكل حاجة بس بتلق او بتتهز معايا ايه اللي يعمل على قوة ومتانية الشدة الخشبية دي اكتب معايا وقل لي اي وسامح حد بيقول لي الانهزة استاذ نقصة الانهزة عندي جميل جدا هي نقصة فعلا الانهزة بتاعتها والمفروض النهيز بيتركب على الشدة بتاعتنا بيكون ضائر في الارض كده اهو كويس اهو ويكون كمان متسبت من اعلى بالايه بالقمط في الاوايم بتاعته في الاوايم بتاعتك متسبت بالايه بالقمط بتاعتنا مش هندسة ادي طيب يا استاذ النهاردة ده احنا بنعمل نموذج النهيز لازم يكون ضائر في الارض من تحت لو عرفت كمان تحفر له شوية من تحت يبقى جمية مية يبقى انت كده تمام وزبطت الدنيا والنهيز عمره ما هيتحرك من مكانه تيجي تلو تهز الشدة بتاعتك مش هيحصل اي حاجة خالص والنهيز بيتسبت بطريقة ايه بطريقة شطرنجية بصي النهيز التاني جاي ازاي اهو هدورولك حين تشوفه جاي كده اهو خدت بالك هندسة برضو ضائر عندي في الارض من الناحية التانية اهو كويس وهنا هسبت النهيز التاني اللي اصاد منه بالطريقة الشطرنجية اللي احنا اتفقنا عليها ويكون النهيز طبعا ضائر في الارض من تحت ومن فوق في القايم بتاعي نتسبت كويس اهو تمام فاضل عندي النهيز الاخير بتاعي ده بس انا عايز اقول حاجة مهمة جدا انا عندي ده عتب ممكن اسبت ده عندي لو انا في مشروع مفهوش ايه مفهوش حيطة هنا او مفهوش عمود العتب ده بيكون راكب على عمود بيكون في عمود هنا او عمود فين وعمود كمان الناحية دي او حيطة الناحية دي وحيطة ايه الناحية دي طب انت بتسبت ده ليه يا استاذ انا بسبته عشان انا ما عنديش نتاء كنموذج مفيش حيطة او عمود وانت كبرضو في الايه في الشغل عندك في الورشة بتاعتك كراجل في ورشة من ورش المدرسة بتاع الخرصانة هتسبته على اساس ان هو يعمل على قوة ومتانة الشدة فقط لغير ولكن انت تكون عارف ان المكان ده مش هيتسبت في نهيز ولكن ممكن تسبته منين تسبته من جوة من جوة الايه المشروع بتاعي لو اتاح لي الفرصة تبقى من جوة من هنا او اربط الايه الشغل بتاعي بامطة في العمود بتاعي من ناحية دي والعمود بتاعي من ناحية دي يبقى انا سبتت الايه الانهزة بتاعتي كده اتسبتت بقى التمام عندي اهي بنبدأ بقى نشوف ايه الخطوات اللي بعد كده اللي المفروض انا هعملها كده ده الحاجات او الشغل اللي احنا خدناها والتقفيصة اللي عملناها المرة اللي فاتت النهاردة بقى يشوف هو عملنا مهمة ايه تعالا كده نبص مع بعض على الشاشة ايه هي المهمة اللي هو جاب هنه اه بيقول لي تدريب للاعتاب زورة فرفة علوية بيقول لي النهاردة انت عندك تدريب تاني غير المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت عملنا تدريب للعتب المستقيم طب النهاردة عايز ايه باش مهندس مني عايزك تشوف الرسمة دي والعتب ده شكله ايه بيقول لي ده عتب زورة فرفة ايه علوية اهو دي رسمته المعماري ورسمنا المرة اللي فاتت وشرحناه ازاي نشتغله عشان هنشتغل على طول المرة دي حلو عشان احنا النهاردة مفيش فرصة ان احنا نراجع تاني على اساس الحلقة بتاعتنا دياء شوي نعرف المقاسات بتاعتنا من الشيت اللي موجود عندنا ونبدأ ايه ونبدأ نشتغل على طول طيب احنا عملنا التقفيصة للعتب اللي موجود عندنا وبالمناسبة التقفيصة دي تشتغل معاي على مين على العتب زورة فرافة علوية وتشتغل معاي على العتب زورة فرافة ايه سفلية ما فيش اي مشكلة طالما واخد ايه واخد رحتها معاي طيب ايه هو الحاجة اللي انا ببص عليها عشان اسبتها على طول على الايه او اعملها عندي اه بيقول لي العتب بتاعي عشان اسبته بعمل اول حاجة العرق بعد ما عملت التقفيصة بتاعتي بعمل العرق طب عشان أعمل العرق يا أستاذ لازم أكون عارف إيه من على الرسم أيوة ارتفاع برافو عليك ارتفاع العتب اللي هو قاع العتب هيبقى ارتفاعه كام اللي هو ارتفاع الباب بتاعنا أقصر ارتفاع للباب بتاعنا هيبقى كام قال لي 2 متر مثلا أو 2 متر و20 أو 2 متر ونص أو 3 متر أيا كان أبدأ أن أنا إيه أخذ المسافة بتاعتي من المنسوب اللي أنا أحدده عندي سواء البسطة بتاعتي أو المدخل بتاعي أو الشقة بتاعتي أو على بسطة السلم وأخذ المنسوب بتاعي وأبدأ أن أنا أعمل إيه أخذ الارتفاع بتاعي وأعلم على الإيه وأعلم بالشرب أو أعمل شرب عندي على أول إيه أول آيم أول آيم بتاعي وليكن أنا خدت المقاس بتاعي أهو حلو ودي المقاس التاني انا خدته كناموزج خدته كده ولكن انا هوريك انت هتعمله ازاي على الشغل بتاعك انت بنجيب المتر حلو بجيب المتر بتاعي واخد اول منسوب واحدة واحدة مع بعض واللي انا بقوله لك ده لو انت شغال لوحدك هتشتغل بيه وهتشتغل وهتبقى ايه مبسوط جدا وفيش اي مشكلة باخد المتر بتاعي اهو وبقيس ايه على اول ايم اخد الشرب الاولاني على اول ايم اهو هو عايزه كام يا هندسة هو عايز الارتفاع بتاعي بتاع العتب يبقى كام اتنين متر وعشرين مثلا او نقول اتنين متر طيب الاثنين متر دول اخد العرق على اتنين متر من الارض لا انا هعلم على الايم ده الاثنين متر وفي نفس الوقت وانا بعلم هنزل منهم قيمة لوح القاع وقيمة ايه التطريحة برافع عليك قيمة لوح القاع وايه والتطريحة واقوم معلم على طول قيمة لوح القاع والايه لوح القاع والتطريحة اللي موجودة عندي هذه اهيه خدنا العلام بتاعي وعلم على ايه مسافة لوح القاع والتطريحة اهي عشان اعمل عشان اعمل العرق بتاعي طيب بعد اما خدنا المسافة بتاعت اللي هي السبعة سنت ونص اللي هي قيمة لوح القاع والتطريحة بقى اخد مين بقى اه بجيب بقى العرق بتاعي انا خدت علام واحد يا هندسة ما هو حاجة من الاتنين يا تاخد علام واحد وتبدأ توزن شغلك على العرق بتاعي يا امتا تاخد شرب في الاربع اتجاهات الايم ده والايم ده والايم ده والايم ده تاخد اربع اشراب عندي اخد الارتفاع من الاربع اشراب يبقى ده طريقة ان انا اخد او علام ده وابدأ اخد عليه شرب وانقله الناحية دي بميزان المية اللي هو اسمه ميزان الخرطوم واخد شرب الناحية التانية وانقله الناحية دي وانقله في الناحية الرابعة دي بحيث ان الاربع جهات الرئيسية تكون عندي معلمش في النص ما تاخدش شرب في النص مش لازم انت تاخد في الاربع اتجاهات اللي هو الرئيسية عندي وايه واحدد الشرب بتاعي ده وابدأ أنزل ايه وابدأ أنقله هنا وانقله هنا وانقله هنا في الأربع ايه اتجاهات طب ايه الطريقة التانية ان انت هتيجي حضرتك تجيب العرق بتاعي اهو وتسبتوا على المنسوب المطلوب بتاعنا ايوة اهي تسبتوا فين على المنسوب بتاعك المطلوب بالايه بالامطة طب العرق ده من خشب ايه ايوة صح من خشب الموسكي ما تتكلم من خشب ايه من خشب الموسكي برافو عليك الناس صحية معانا والناس عايز تستفيدوا طب انا انقل اسبت من الناحية دي بص حتى لو بصت لها كده على الشاشة هتلاقيها ايه هتلاقي ماي له ابدأ اسبت على طول لا اما سبقتش على طول اوعى تسبت على طول كل خطوة لها مقاس كل خطوة لها ايه لها مقاس العرق انا سبتوا من هنا على المنسوب المزبوط العلام اللي انا واخده حلو ابدأ اسبتوا من هنا واسبتوا كاسبتوا تسبيت عادي وحط تحت منه ضفضاعة على طول كويس ولسه حر معايا العرق اهو انا بتكلم بالزبط وبالتفصيل عشان حضرتك انت هتشتغل لوحدك واجيب بقى ميزان المية الادة وميزان الايه وميزان المية بص كده ايوا اهيه لو الكاميرا قربت شوي اهيه مزبوطة بالزبط اهيه طب انا زبطت كده مية المية كويس اجيب بقى الامطة بتاعتي واسبت بيها مين يا هندسة ايوا اسبت بيها الايه العرق بتاعي اللي احنا قلنا محدش رد علي وقلنا العرق من خشب ايه يعني العرق من خشب المسكي بالزبط كده من خشب الايه من خشب المسك كده بحد عرف خطاعاته ايه هي خطاعات خشب المسكي واحد لا امش واحد اما الايه ايوا اتنين فاربعة واتنين في ايه واتنين في خمسة واتنين في ستة ده قطاعات مين خشب الايه المسك يعني سمكه كام ما قولت نين يعني سمكه 5 سنط طب انا سبت من الاول اهو وزنت وسبت من الاخر مسبتش منن مسبتش من النص العرق العرق بتاعي القاع بتاعه مسبتوش من النص اسبت من النص امتا اسبت من النص في الاخر خالص بعدما اسبت من الاول ومن الاخر حلو ليه هقولك لديه دلوقت بس الاول قبل ده كله نعيد على الوزنة اللي احنا ايه اللي احنا عملناها دلوقتي هنلاقيها فيها شوية عايزة تنزل ليه لتحت جميل كده باقت معايا تمام كويس يبقى انا وزنت تاني وعملت ششنة اهي كويس كده هاجي بقى الناحية التانية بص كده بص كده اهي اوزن واخد علام من ناحية التانية برضو اوزن ناحية التانية اهي خليها من ناحية دي ناخد علام بالميزان برضو عشان ايه بقى عشان اعمل العرق التاني مرافو عليك عشان اعمل العرق التاني اللي هو صد منه اللي هي مقابل ليه كويس خدت الميزان وزنت مظبوط بالقدة وميزان المية اهي هوريها لك وزنت بالإدة وميزان المية كويس الميزان عندي مظبوط 100% أبدأ أعلم العلام من تحت طبعا ده منسوب العرق بتاعي أنا باخده واحدة واحدة مع بعض فيش أي مشكلة ولو عايز توزن من هنا ما فيش مشاكل بس الأفضل أن أنت توزن العرق على نفسه على طول طيب تعالوا نثبت العرق كده مع بعض يهو قادي العرق وقادي مين العلام بتاعه وأنا بأوزن وأنا بعلم أو أنا بأسبت هسبت أمطة واحدة بالراحة كده واسيب العرق السايبه من ناحية التانية وأوزن تاني من جديد أشوف العرق مظبوط معايا ولا لا يهو كويس العرق اللي إناه مظبوط أمين مش مظبوط أبدأ أزبط وديله كمان إيه وديله كمان زيادة أمان تثبيت تاني كويس معايا يبقى كده زبطنا العرق بتاعنا العلام اللي إحنا خدناه طيب أنقل با على الوزنة التانية والأخيرة بتاعة العرق نفسه آه آه العرق نفسه باوزنه على نفسه عشان بدل ما أوزن من هناك تاني وأخذ شربه وكلام من دوت ايه لو جالك التمرين ده في سنة تالتة أو جالك في أي وقت تقدر تشتغله لوحدك خالص من غير ما يكون معاك أي مساعدين خالص لو عملت بالطريقة اللي إحنا شغالين بها دي أهي واحدة واحدة محدش بيجري وراك وابدأ سبت وعيد بقى ششنا عيد وزن تاني من الأول أهي وزن من هنا تمام كده وزننا شلك النهيز ده عشان نقدر أن احنا نشوف برضو شغلنا كويس من جوه يبقى أنا خدت يعني الشغل بتاعي المزبوط حلو وزنت كل خطوة للعرق أوزنها مزبوط فيش أي مشاكل خالص تمام بقى جي بعد كده هندسة أعمل بعيد وزنة على كل كل العرقات بتاعتي تاني هاي ده مزبوط ده عايز سنة وزيادة تأكيد عليه كويس وانا الخشب بتاعي ده اللي هو بتاع العرقات من خشب من خشب من خشب المسكي قطاعه خمسة سنتي في عشرة وخمسة في اتناشر وخمسة في خمستاشر يعني اتنين بوصة في اربعة واتنين في خمسة واتنين في ستة يبقى أنا سبتت العرقات بتاعتي اهي اللي لونها أزرق دي في ابيض كويس بعد كده بأعمل ايه هندسة بأبدأ اوزع التطريح برفع عليك اوزع مين اوزع التطريح كل كم سنتي تطريحة كل كم سنتي قلنا العرق على الاوايم طيب التطريحة كل قد ايه كل خمسين سنتي احط ايه تطريحة اها بنبدأ من الاول وايس طبعا مسافة هحط التطريح بتاعتي وارجع اعيد عليهم مقاسات فيش اي مشكلة خالص كويس كده تمام حطينا التطريح اجيب متري تقريبا اخد المقاسات بتاعتي اقل حاجة كاما استاذ اقل حاجة او ازود حاجة خمسين سنتي من الايه من الحطة للحطة مسافة ايه مسافة محورية كويس مسافة ايه محورية ليه ما بتزدش عن خمسين عشان هي هتشيل احمال عندي والاحمال دي لازم تكون مستريح لازم تكون مستريحة تقل عن خمسين عشان تشيل اما زود حطة احسن لما ايه احسن لما قال لي لما قال الحطة يبقى الحملة عندي ضعيف شوي او الحطة او الحطات بتاعتي ضعيفة طب ايه اللي ناقص يا هندسة كده ايه اللي باقي عندي ايه وسامع الناس صحية معايا بتقول ناقص زي ما عملنا المرة اللي فاتت الايه لوح القاع بتاعي ايوا الاول بقى عشان اسبت لوح القاع بعرف مسافة الايه العمود فين يعني انا لو عندي العمود مثلا هنا عمود وهنا عمود اهو ده انا بديك مثال يعني او هنا حيطة وهنا ايه وهنا حيطة الحيطة دي والحيطة دي اشوف مسافتهم فين وقوم وسطا لوح الايه لوح القاع بتاعي اهو زي كده ادي عندي لوح القاع كام يا هندسة انت قلتلي المرة اللي فاتت لوح القاع بتاعي هيبقى كام خمسة وعشرين النهاردة برضو نفس القصة لوح القاع لو بصينا على المهمة بتاعتنا هنلاقي المدرس او المدرب بتاعي بديها لي برضو خمسة و ايه خمسة وعشرين هقوم منصة في مسافتي عادي خالص اهي هتديني مثلا المسافة بتاعتي اللي هي احنا عاملينها تقريبا متر او متر وعشرين وابدأ احط لايه لوح القاع في نص لايه المسافة او في مكان الحيطة بتاعته عادي واعيد تاني عليها هقوم عامل ايه هيوة اقوم مسمرها لان ده لوح القاع من خشب ايه من خشب اللتزانة برافو عليك من خشب الايه اللتزانة اللي هو قطعته كامي هندسة هم قطعته هم واحد فاربعة واحد في خمسة واحد فين واحد في ستة بوسة كويس كده طيب انا سبتت لوح القاع بتاعي من خشب الايه من خشب اللتزانة اللي هو قطعته واحد فياربعة واحد في خمسة واحد في ستة ايه بقى الخطوة اللي بعد كده اللي انا بعد ما ثبت لوح القاع زي محاضرتك شايف كده هو ده لوح القاع بتاعي اللي انا المفروض هعمله او اللي انا هشتغل عليه بنيجي بعد كده بنجهز بقى الجنب بتاعي اشوف ارتفاع الجنب ابدأ ايه وابدأ اجيب الجنب بتاعي قال لي جنب ارتفاعه مثلا اربعين حلو ادي الجنب اللي ارتفاعه كام اربعين اربعة الواح كام او هندسة عشرات اربعة الواح ايه عشرات طيب الاربعة الواح عشرات دول هسبتهم لطش في الجنب كده من بره بره من تحت على التطيح على طول يبقى هزود له اتنين سنت ونص لو هخليها من فوق ولوح الجنب بتاعي اللوح القاع بتاعي هيبقى تلاتين يبقى هخليه منين تمام هخليه منين من فوق يبقى في الحالة دي الجنب بتاعي هيبقى اربعين صافي يعني اربعة الواح ايه اربعة الواح عشرات عشان الكلام ده مهم جدا خلينا مع بعض خطوة خطوة فادي الجنب بتاعي اهو سبتتوا معايا اربعة الواح وابدأ اسبتهم بالايه اسبتهم بالايه بالعوارض مفيش اي مشكلة خالص زي ايه زي كده وحط العوارض بتاعتي كويس وحط العوارض احط الجنب وحط العوارض عليه ليه احط الجنب هنا ليه هندسة عشان الجنب بتاعي لما اجا حط عليه العوارض بحطها كل كام كل خمسين سنتي او اسبت العوارض بتاعتي كل خمسين ايه كل خمسين سنتي برافو عليك يعني ايه كل خمسين سنتي لو لاحظت هتلاقي الجنب بتاعي ها العرضة عند مين عند الحطة برافو عليك عند ليه عند الحطة بتاعتي طيب هندسة الجنب اللي عند الحطة ده ليه الجنب العرضة عند الحطة لان الحطة كل خمسين والعرضة كل ايه كل خمسين بص العرضة طلع مع مين طلع مع الحطة بتاعتي اهي على طول كويس اهي دي كل خمسين ودي ايه كل خمسين يبقى انا بسبت الجنب بتاعي فين بسبته على التمرين على طول ارصه على التمرين على دي الحطات وابدأ اسبت ايه اسبت الجنب عادي خالص زي ما احنا قلنا دلوقتي وشرحناها هو وكل واحد ايه بنا جمعت الجنب بتاعي بعد كده اعمل ايه في الجنب اجيب الجنب وقوم مسبته في لوح الايه في لوح القاع بتاعي زي ما حضرتك شايف كده بالزبط اهو واحدة واحدة كده عشان تشوف شغلك هينتهي على ايه وهتوصل حضرتك لايه ادي الجنب بتاعي وسبتته اوهو طيب سبتت الجنب بالعوارض بتاعتي زي ما احنا عملنا وسبتت على الجنب حاجة اسمها لوح مراية لوح ايه مراية ده الجنب الانهو الجنب الخارجي الجنب الايه الجنب الخارجي طيب باش مهندس ده الجنب الخارجي اللي احنا سبتناه سبتنا عليه لوح مراية طب انا عايز اقوي الجنب الخارجي ده بقوي من تحت بلوح زن اهو لوح زن اهو ماشي واسبت لوح الزن يعني ازنوا بيه الجنب بتاعنا ازنوا بيه الجنب واسبتوا بالمسمار على مين على التطريح بتاعتنا اهي زي ما حاضرتك شايف كده اسبتوا بالايه بالمسمار يبقى لوح الزن من خشب الايه الا تزانه وبيتسبت فين أسفل الجنب أو وراء الجنب بتاعي في التطريح في التطريح يسبت على بطنه في التطريح بتاعتي يسبت على بطنه في التطريح يعني بيعمل اسمه لوح إهزان يعني بيزن الجنب من تحت بيزن الجنب منين من تحت طيب سبتته من الأول وسبته كمان من الآخر الأول وبعد كده أسبت منين أسبت من النص زي ما عملت في العرق بالضبط بسبت من الأول وسبت من الآخر وبعد كده أسبت فين أسبت من النص طيب أنا سبتت الجنب بتاعي من تحت بقى أجيب له لوح يعني لوح أقول عليه مثلا عرق وقوم سبته من الخارج وقوم مقويه عليه مفيش أي مشاكل آهو لوح برضو من خشب إيه من خشب اللي تزدق من خشب الموسكي كويس خشب اللي ايه الموسكي اسمه عرق موسكي عشان أدكم عليه الجنب بتاعنا آه دي الدكم والدكم دي بتكون فين يا هندسة بتكون وراء كل عرضة من هنا وراء كل عرضة ايه بتكون في عندي دكمة يبقى أنا كده قويت الجنب ده آهو من أسفل بلوح الزن وقويته من أعلى بالايه بالدكم بتاعتي هادي الدكم بتاعتي اهي يبقى كده الجنب بتاعي الخارجي ده اتقوى طيب احنا عايزين نعمل الجنب الايه الجنب الداخلي اللي هو هعمل عليه الايه الرفرفة بتاعتنا زي ما اشتغلنا وزي ما شرحنا المرة اللي فاتت طيب يا باش مهندس ادي عندي الجنب اهو الخارجي هجيبه عشان اسبته اهو ارتفاعه كام الجنب الخارجي هوري هالك دلوقتي حالا على الشاشة بتاعتنا وهسبت له حاجة اسمها لوح ايه اهو لوح زن من اسفل لوح زن منين من اسفل طيب اللوح ده او الجنب ده هندسة بيكون ارتفاعه قد ايه بيكون ارتفاعه ارتفاعه زي ما حدك شايف كده بيكون اقل من الجنب التاني بمقدار الرفرفة مقدار الرفرفة دي كام قال لي عشرة سنتي مفيش مشكلة قال لي خمستاشر قال لي اتناشر يبقى بنزل الجنب ده بينزل عن الجنب ده مقدار الرفرفة لو الجنب ده اربعين وده فيه مقدار الرفرفة عشرة يبقى الجنب ده ينزل كام ينزل عشرة على طول حلو يبقى بنزل الجنب ده كام عشرة على طول عن الجنب الايه الجنب التاني وابدأ اعمل ايه زي ما عملت الجنب ده هعمل ده بالزبط بس الاختلاف هنا ان الجنب ده بعمل عليه عرق صناعي مش لوح مراية بعمل عليه عرق صناعي مش لوح ايه مش لوح مراية ادي العرق الصناعي بتاعنا اهو هنجيبه ونسبته عليه عادي خالص اهون والعرق الصناعي طبعا ده عرق من اللتزانة من خشب الايه من خشب اللتزانة طب ليه قلنا عليه من خشب اللتزانة او هنسبته ليه من خشب اللتزانة على اساس اي وبرافو عليك على اساس ان ده خشب او هيبقى هيشيل معايا تطريح عشان كده سميته عرق ايه سميته عرق ما نواخد ده استاذ على العرق انه هو من خشب المسك اه ما العرق من خشب المسك وده سميته عرق صناعي على اساس انه هو ايه انه هو زي خشب المسك بالزبط زي العرق المسك بالزبط ولكن في اختلاف ايه بقى هنا في اختلاف ان ده من خشب ايه من خشب اللي تزانة والتاني من المسكي فمن هنا يبقى انا ايه يبقى المفروض ان انا اقول عليه عرق عشان في نفس منسوب العرق المسكي اهو في نفس المنسوب ولكن ولكن مش من خشب الايه مش من خشب المسكي اه الناس شايفة معايا سبتت العرق بتاعي ابدأ بعد كده اخد اسبته من وراء بحاجة اسمها ايه لوح ايوه لوح زن ادي لوح الزن بتاعي اللي هسبتو بيه وهجبهو لك ظاهرة عشان الناس تشوفوا لوح الزن ولوح الزن ازاي ما قلنا بيكون من خشب الايه من خشب اللتزانة بيكون خشب اللتزانة ده كطاعه كام يا استاذ الناس معايا كطاع واحد فاربعة وواحد في خمسة ايه واحد في خمسة بوصة وواحد في ستة جميل جدا طيب سبتنا من من اسفل لوح الايه لوح الزن بتاعنا وسبتنا من اعلى هه معايا ايه لوح العرق الصناعي طيب ايه اللي ناقص بها هندسة ناقص عندي الرفرفة ناقص عندي مين ناقص عندي الرفرفة طيب عايز اعمل الرفرفة اجيب اللوح بتاعي اللي هو العرق المسكي العرق المسكي اللي انا المفروض هشتغل على اساسه العرق مين واوزنه مع مين ها الناس تصحى معايا كده اوزنه على العرق الايه العرق اللي تزان اللي هو اسمه عرق صناعي اوزنه على الايه العرق الصناعي واحدة واحدة مع بعض وكل حاجة هتبقى تمام تبقى هبدأ اوزن من بر من الناحية دي هجيبي الميزان طبعا وهوزنه عندي اهو وزنناه اللي هو عرق الايه العرق المسكي صح كده العرق اللي بره ده بتثبت على القوايم يبقى اكيد بيبقى ايه بيبقى عرق مسكي برافو عليك كويس هبدأ اجيبه من ناحية التانية واوزن من الاخر برضو اهو وزن تانى من الاخر وزنت من الاول ببدأ اثبت برضو من الاخر زي ما ثبت منين من الاول واعيد وزنة تانى عندي اعيد ايه هندسة اعيد الوزن تانى اعيد الايه الوزن تانى اهي شوفها مزبوطة العرق المسكي والعرق الصناعي الصناعي مزبوطين ابدأ بقى بعد اما جبت العرق الصناعي بتاعي سبتته وسبت العرق المسكي بتاعي من الاول ومن الاخر ووزنته على نفسه ابدأ بقى اعمل ايه او اثبته تاني منين اثبته تاني من النص عايز حضرتك تشوفها كويس بس اهو كويس طيب ايه اللي ناقص عندي ايواء التطريح عشان احنا عندي هيبقى فيه رفرفة عشان عندي فيه رفرفة فلازم يبقى عندي فيه حاجة اسمها ايه حاجة اسمها تطريح برافو عليك الناس صحية معنا والتطريح دي كل كام يا استاذ كل خمسين ايه كل خمسين سنتي يعني ورى مين ورى كل عرضة هتلاقي فيه تطريحة تقريبا ماشي اهي ما نستعجلش وما يعني ندي الشغل حقه على اساس ان انا لما اعمل شغلانة او اعمل حاجة ما اتضعش مني واكون في شغلي كويس مزبوط والمقاسات بتاعتي لازم تكون مزبوطة جدا جدا كويس تطريحة دي من خشب ايه من خشب المسك برافو عليك من خشب الايه من خشب المسك تمام بعد اما عملت العرق وسببت عليه التطريح بالمسمار وزعت عليه التطريح اهي كل الناس شايفها ادي التطريح بتاعتي توزعت عندي اهي كويس باجي بعد كده ادور من ناحية التانية باجي بعد كده اشوف المسافة اللي هو عايزها ادي ايه المسافة اللي هو عايزها عندي ادي ايه وابدأ ان انا ايه وابدأ ان انا اتحرك اجيب له التطبيق بتاعها اجيب له ايه التطبيق بتاعها كويس طيب المسافة كامة واستاذ اللي هو طالبها مني قال مسافة الرفرفة ممكن تبقى عشرة ممكن تبقى عشرة ممكن تبقى اتناشر خمستاشر خمسة وعشرين تلاتين مفيش اي مشكلة اللي يطلبوا مني اعملوا بالزبط اعملوا ايه اعملوا بالزبط زي ما قال الايه زي ما قال الكتاب طيب هو طلب مني النهاردة المسافة بتاعتي خمسة و ايه خمسة وعشرين اقوم جاي بالالواح بتاعتي اللي هي اتناشر سنتي ونص وابديها ايه وام اديها لحين اديها لحين اتناشر سنتي وايه اتناشر سنتي ونص اه كده زهرة هادي لحين ايه لحين تطبيق عندي اقوم رب يكون الناس شايفها بس حلو زهرة عندي في الشاشة ايه ويز جدا ادور لك الواحي التطبيق عشان تشوفها اهي ارف رفع ظهرت عندي اهي بابدأ بابا اسبت لوح الايه لوح التطبيق بتاعي فين حسب المسافة المطلوبة بتاعتي اهي وادينه مين واسبته باللوح الايه بالايه واسبته بالمسمار في التطريح بتاعتي يبقى انا بسبته بالمسمار فين في التطريح والتطريح متسبته بالمسمار في العرق الصناعي من الداخل والعرق الايه والعرق المسك من الخارج كويس وادين عندي مين ادي عندي المسافة بتاعتي وابدأ ادي له بعد كده لوح الايه لوح الداير عادي خالص واول لوح الداير بالايه بالشكال بتاعي او الدكمة حسب ما انت شايف بدي له شكال كده على التطريحة فيش اي مشاكل اهي تمام يا هندسة شكال كده كل تطريحة طبعا بديها شكال او بديها دكمة لو فيه مسافة عندي حسب حال الايه حسب حال المشروع بتاعي اهو كويس بكده نبقى احنا يكون وصلنا لنهاية شغلتنا او نهاية المهمة بتاعتنا اللي هي العتب زورة فرفة علوية واو في صفالك تاني ادي لوح القاع بتاعنا سبتناها على التطريح بتاعتنا اللي هي متسبتة على العرقات اللي احنا سبتناها في الاول وزبطتلي الارتفاع العتب بتاعنا وارتفاع اعلى منسوب للعتب او للباب بتاعنا وعندي اهو سبتت لوح القاع ومن ناحية التانية سبتنا مين سبتنا يعني الجنب الخارجي اهو بالارتفاع المطلوب وبعد ما سبتنا الجنب الخارجي سبتنا الجنب الايه الجنب الداخلي باقل منسوب باقل منسوب الايه اقل من منسوب الجنب الداخلي او الجنب الخارجي باقل من منسوب الرفرفة يعني ارتفاع رفرافة بنقصه من الجنب الخارجي بنقصه في الجنب الداخلي إن شاء الله وأبدأ أثبت عليه العرق صناعي وثبته من تحت بلوح الزن أزنقه من تحت وقويه من تحت بلوح الزن ولوح الزن أقولنا من خشب اللتزانة والعرق المسكي اللي بتثبت على الجنب من فوق من عرق المسكي بتثبت على الأوايم والعرق التاني اللي هو اللتزانة بيتثبت على الجنب بتاعي وبسميه عرق صناعي أسميه عرق صناعي وبيتثبت من أعلى لتثبيت عليه من التطريح اللي هي بتاعت السقف أو بتاعت الرفرافة بتاعتي وأبدأ أجيب خشب اللتزانة وأطبق زي ما حادثك شايف كده الرفرافة بتاعتي وأبدأ أن أنا إيه أطبقها في المنسوب أو المساحة المطلوبة بتاعتي بعدما ثبت التطبيق بتاع الرفرافة أخذ أشوف أقصى منسوب لها كام أو أشوف أخرها فين وأبدأ أحط عليها لوح اسمه لوح الايه لوح الداير بالارتفاع المطلوب اللي أنا عايزه وأبدأ أقول إيه كده تمريني يعتبر انتهى وتأوى معايا كويس جدا 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 واشتغل معايا كويس جدا من الألف إلى الإيه من الألف إلى إليه طيب عشان أفك التمرين ده باش مهندس أفكه إزاي آخر حاجة عملتها إيه ها أنت آخر حاجة عملتها اللي هي لوح الداير ببدأ أفك لوح الإيه أفك لوح الداير وديل زميلي ينظفه ويحطه فين ويحطه في مكانه ينظفه ويبدأ يرصه مكان خد كده يبدأ ينظف الخشب بتاعي من المسمار ويرصه فين ويرصه في مكانه بعد كده شلت لوح الداير أشيل التطبيق بتاعي بتاع الرفرفة بتاعي وبعد كده أشيل التطريح اللي هي بعد شغل بتاعي على طول كل حاجة أشيلها في مكانها وأدي زميلي طبعا في ناس وقفة تشتغل معايا وتنظف معايا على طول بعد كده أشيل الجنب بتاعي أهو وأشيل لوح الزن بتاعي الأول وبعد كده أشيل الجنب أهو كويس طبعا أدي لزميلي بينظفه لي ويشيل المسمار منه أجل الجنب الخارجي بقى على طول أعمل إيه أقوم فكه فاكك الدكم اللي أنا كبتها فيه وأقوم شايل لوح القاع بتاعي وشايل الجنب بتاعي وأنظف طبعا من المسمار ونظف العوارض بتاعتي من المسمار وأرس كل حاجة لوحديها وأبدأ أن أنا أشغل نفسي على هذا الأساس طيب عندي مشروع تاني نقدر نخش عليه عشان كده إحنا فكنا المهمة بتاعتنا عايزين نشوف إيه المشروع التاني اللي هو مدهنة على الشاشة كده لو بصينا مع بعض على الشاشة بيقول لي أنت عندك ده تدريب للأعتاب أو عتب زورفرفة إيه زورفرفة سفلية تمام مهم جدا العتب زورفرفة سفلية ده ودايما نقول الأعتاب دي مهمة لأننا بستخدمها كتير كتير خالص فين في فتحات الأبواب زي ما قلنا في الحصة اللي فاتت أو في الحلقة اللي فاتت يعني على فتحات الأبواب دي بستخدم الأعتاب وتثبت لي منسوب العتب بالزبط على سي تركب عليه الباب ويبقى عندي ما فيش أي منفس لأي شيء أو كلام من دوت وبيبقى بالعتب العتب بتاعي بالارتفاع المطلوب كويس جدا للباب بتاعي طيب قال لي ده عتب زورفرفة سفلية وقبل كده واخد عتب زورفرفة علوية طيب العتب زورفرفة علوية أنا أحيانا بستخدمه في مداخل العمارات مدخل العمارة كده تلاقي عامل العتب وعامل رفرفة من فوق طيب واحد تاني قال لك لا أنا عايز المنظر الجمالي البوابة بتاعتي أو المكان بتاعي ده أعمله عتب بس العتب يبقى مقلوب والرفرفة منين والرفرفة من تحت تيجي نبص كده نشوف هنقدر نعمله ازاي أو نشوف احنا هننفذ الكلام ده بتاعنا ازاي واحدة واحدة كده مع بعض هنبدأ ننفذه اهو تعالى معايا على الشغل كده هي نفس التقفيصة وهي نفس المكان بتاعي ونفس الشغل بتاعي لأنه تقريبا مديلي نفس المقاسات ولكن بتختلف في الايه بتختلف في لوح الايه لوح القاع بتاعي طيب قال للمسافات بتاعتي القاع بتاعي 25 و25 يعني 50 من أسفل ويس والكاميرا بتاعتي أو اللي هي العتب نفسه 25 وارتفاعه 40 سنتي وارتفاعه كام 40 سنتي وطوله 2 ايه 2 متر اللي هي فتحت الباب من الحيطة للايه للحيطة طيب ننفذوا ازاي نفس القصة هي نفس البيانضات نفس الجسور نفس الايه الاوايم نفس الشغل بتاعي نفس المهمة هي هي ولكن بتختلف فين بتختلف ان انا بعرف منسوب العتب بتاعي كام هنفترض ان هو الدين العتب ونفس منسوب العتب زورة فرافة ايه زورة فرافة سفلي اللي هو من أسفل نفس القصة يبقى أنا هنا هيتفق معايا في مين هيتفق معايا في ايه ايوه في العتب بتاعي اللي هو لوح الايه لوح القاع بتاعي من هنا ان لوح القاع بتاعي يبقى في نفس المنسوب يبقى أنا هاخد ايه هاخد العرق بتاعي هيشتغل زي العتب اللي فات على اساس ايه انا بقولي الكلام دوت يبقى انت عارف العرق بتاعك جس Us necess Cap ممكن يختلف اه ممكن يختلف ممكن يختلف من ارتفاع ارتفاع قاع العتب للأرض او للبسطة بتاعتك ففي الحالة دي يبقى انه لازم اختلف في الارتفاع فرضا احنا دلوقتي عملنا النموذج بتاعنا تعال بص معنا كده على الشغل عملنا النموذج بتاعنا وعملنا العرقات بتاعتنا هي زي ما قلنا حلو طيب وعملنا التطريح بتاعتنا كمان ناقص ايه باش مهندس ناقص عندي دورها لك كمان كويس اه ادي التطريح بتاعتك مزبوطة اه كويس ومتسبتها بالمسمار وقلنا بتتسبت بالمسمار ليه التطريح بتتسبت بالمسمار على اساس ان هي متشالة على العرق يعني مش هتروح كده ولا هتروح كده ولو حتى تحركت من مكانها سنة مفيش مشكلة فبديها مسمار ارشال من ناحية دي لانها من خشب الموسكي ومسمار ارشال من الناحية التانية مسمار كده ومسمار كده كويس وابدأ ايه اسبتها طيب قال لي قاع العتب قدي ايه قاع العتب قال لي خمسين سنتي خمسين ايه سنتي بيبقى قاع العتب ده بينفصل جزئين خمسين سنتي يعني ايه يعني اربعة الواح اربعة الواح كام اربعة الواح اه اتناشر سنتي ونص تمام تمام كده ادي الاربعة ايه الاربعة الواح اتناشر سنتي ونص طب هل هو يا استاذ ممكن يقول لي العتب ده الرفرفة بتاعتي ممكن تختلف على الايه تختلف عن ما تبقاش يعني مثلا الرفرفة بتاعتي تكون اقل من كده اه ممكن تبقى اقل من كده فيش اي مشكلة خالص خدت بالك ابقى فكرني بس انت عايز تعمل ايه وانا معاك مفيش اي مشكلة تمام اه حلو بيجي بقى يسبت لوح الايه اللوح الخارجي عادي زي ما قلنا المرة اللي فاتت اهو ادي الجنب الخارجي فيش اي مشكلة حلو احنا مشكلتنا ويتقوى عادي بالدوكم والايه بالدوكم والشكلات مشكلتنا كلها فين ان انا بعمله جنب خارجي اسمه ايه لوح داير اللي هو ارتفاع الايه ارتفاع العتب بتاعي كويس ادي لوح الداير وهعمله لك من لوح يكون مختلف شوية عشان يبان اهو باين عندك هوا ما شاء الله كويس وده عشان نفس الارتفاع لازم يتعمل منه وبتسبت ورا لوح اسمه ايه لوح زن طب اللوح ده سبت وتسبت بزن ومن الناحية ده تسبت بزن وبدوكم ما فيش اي مشكل الموضوع كله فين في اللوح او الجنب اللي جاي بسبت جنب زي ما حدتك شايف كده واعمله عرق او اعمله لوح بيتسبت عليه تدكيم وتشكيل بدكم عليها عادي على السنة قوي واعمله ضفر العوارض بتاعته بيكون لها حاجة اسمها ايه اسمها ضفر ارتفاع الضفر ده قد ايه هندسة ارتفاع الضفر بيكون عندي بارتفاع الرفرفة طب والضفر ده بقوم مسبته كده اهو ادي الجنب بيديني الايه المنسوب بتاعي المزبوط ايه دي العتب وادي الرفرفة بتاعتي طب الضفر ده انا هقوي الجنب بتاعي وهصب طب اشيله من الخرصانة ازاي بتيجي بعد كده حضرتك تشيله من الخرصانة وتقوم يبقى مكانه فيه فتحة كده بيتتسقي لباني اسمنت مفيش اي مشكلة خالص يبقى ده عندي ادي الجنب بتاعي وابدأ اسبت له حاجة اسمها ايه عرق خارجي واوي الجنب عادي خالص فيش اي مشكلة بالدكم والايه بالدكم والشكلات بتاعتنا عشان احنا كده خلصنا او قربنا على نهاية او خلصنا الحلقة بتاعتنا وبكده يبقى احنا عملنا العتب زورة فرفة علوية وعرفنا بتعمل ازاي وخطوات تشغيله ازاي وعملنا العتب زورة فرفة سفلية وعرفنا تقريبا خطوات تشغيله ازاي وكويس جدا جدا بحيس ان انت ان شاء الله لو كتبت الخطوات دي هتعرف تنفزه لوحدك خطوة خطوة ويبقى سهل جدا 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 عليك احنا عملنا نموذج ودايما النموذج بيكون اصعب من الشغل في الحقيقة لان ده يعتبر ايه يعتبر حاجة صغيرة نفزنا عليها انت ان شاء الله هتبقى جدير بشغلك دوت وتاخد جدير من اول مرة ان شاء الله كنت معكم محمود لطفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته